السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلاب الصف السادس اعدادي بفرعيه العلمي والأدبي. آآ راح نشرح الاسئلة المرشحة لامتحان اللغة الانجليزية. طلاب العزاء حتى تضمن درجتك باللغة الانجليزية لازم تقسم جوابك وتقسم اسئلتك. يعني شلون? يعني انت من تجي تدرس لا تجي تدرس يعني بشكل مخربط. لازم تجي تدرس بشكل صحيح. شون تدرس بشكل صحيح. تكمل قواعد. بعدها اتكمل حفظ اسئلة القطع. بعدها حفظ التوصيلات. بعدها حفظ كلمات الصندوق. بعدها حفظ الادب وحفظ الانشاء. طلاب القواعد عليها اربعين درجة. لذلك راح نضبط القواعد والاسئلة المرشحة بالقواعد. بعدها راح نجي على اسئلة التوصيلات وبعدها اسئلة الصندوق. يعني كلمات بالصندوق تكتزل كلمات بالجمل. وبعدها تضبط الأدب وبإذن الله يعني أنت تاخذ درجة كاملة بالإنجليزي أو يعني الدرجة اللي أنت تطمح إلها طلاب أول موضوع المحاضرة الأولى عندنا الماضي البسيط والماضي المستمر طلاب هذا الموضوع هو من أبسط المواضيع اعتمد على ثمان جمل وحدة من عدن تجيك بالوزاري يعني ما راح يجيب لك من ذنين الثمان جمل نهائيا وعلى المسؤوليتي طلاب الماضي البسيط والماضي المستمر طريقة السؤال في الوزاري شون راح يجيك السؤال بالوزاري الماضي البسيط والماضي المستمر اللي هسا أنت باعتبارك طالب جديد أول سنة أو طالب دور ثاني جوز ما تعرفش الماضي البسيط والماضي المستمر لذلك راح نشرح شون يجي السؤال أصلا بالوزاري طلاب طريقة السؤال في الوزاري يعطينا قوسين ينطيك مرات قوسيا وأحيانا قوس واحد في السؤال ويطلب منا تصحيح ما بين الأقواس طلاب كيف نصحح السؤال وكيف نعرف ما مطلوب وماذا نصحح يجب ان ننتبه اذا كان في السؤال ادوات الربط التالية هو يقول لك صحح بس انت لازم تنتبه اي كنت بالسؤال ادوات ربط شون هذا ادوات الربط الاند والوين هنا الاند والوين مرات تجي بوسط الجملة مرات تجي بداية الجملة المهم طلاب الاند والوين دائما وراها يجي ماضي بسيط إذن دائماً وراها يجي ماضي بسيط زيان قبل هذا الشérie جي طلاب يجي ماضي مستمر ماضي مستمر وهسه راح نجي نعرف بعد شوية شن철 الماضي البسيط والماضي المستمر زي إذا جدت هايب نص الجملة إحنا دائماً يجي وراها ماضي بسيط جدت الآن دول وين إذا جدت ببداية الجملة نحن نعرف يجي وراها ماضي بسيط ماضي بسيط زين الجملة الاخرى هي جملتين اوكي لان هي يعني يعني تجي معناتها متى اوكي هنا يجي ماضي مستمر اوكي اذا الواند والوين يجي وراها دائما ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر او مرات طلاب يجيك بالسؤال الاس والوائل الاس والوائل طلاب يجي بعدها مو ماضي بسيط بالعكس راح اصير عندي هنا مستمر وهنا بسيط هنا ماضي مستمر وهنا يجي ماضي بسيط قبلها احنا نعرف انه اذا جتب وسط الجملة بعدها ماضي مستمر اذا جتب بداية الجملة كذلك يجي وراها ماضي مستمر زين فارزة بعدها بالجملة الاخرى راح يجي ماضي بسيط زين طلاب هو شن الماضي البسيط شن الماضي المستمر اصلا هس راح نجي ناخذه بعد ما عرفنا الاند والواير والوين والاس والواير شن يجي وراها وشن يجي قبل هن طلاب العزاء شن الماضي البسيط الماضي البسيط طلاب هو كلش سهل بس مجرد تحويل الفعل من المضارع الى الماضي بس مجرد بالماضي البسيط نحول الفعل من المضارع إلى الماضي يعني مثلا نقول هو يلعب كرة القدم أريد أحولها للماضي هو يلعب كرة القدم شو صير هو لعبه كرة القدم حولت الفعل من يلعب إلى لعبه نفس الحالة بالانجليزي هو play يلعب حول يلعب لعبه يلعب لعبه هو يقولون play played يلعب لعبه ويحول الكيام من المضارع إلى الماضي هذا شاذ يلعب أفعال نضيف لها ويلعب أفعال نضيف لها نحولها طلاب وان راح نطيك الأفعال راح تجيك بالامتحان لدوخ بالك وتروح تحفظ لمية فعل ما يحتاج الأفعال نفس هنطيكها اللي تجيك بالامتحان طلاب ما هو الماضى المستمر الماضى المستمر طلاب يعتمد على نوع الفاعل يعني شون يعتمد على نوع الفاعل إذا كان الفاعل مفرد راح نضيف لواز ونضيف للفعل آي انجي أوكي الذي بعده وراح يجي بعده الفاعل الجمع يأخذ الفعل يأخذ فعل المساعد وير ونضيف آي انجي للفعل الذي بعده زين مثلا شلون طلاب هي تلعب تنس هي تلعب تنس أريد أحولها للماضى المستمر نقول شي واز بلاينج تنس هي كانت تلعب تنس واضح الفاعل نشوفه شونه مفرد الشي مفرد نضيف لواز ونضيف للفعل البلاي آي انجي زين ذي بلاي تنس نوع الفاعل جمع راح نضيف وير ونضيف آي انجي الفعل ونضيف آي انجي الكانيمة تنس طلاب إذا احنا عرفنا الشي هو مفرد والذي هو جمع ما هو الفاعل المفرد الفاعل المفرد طلاب هو هي والشي والإت ومثل اسم علم مثل علي مونة زين بعد عندنا اسم أو مهنة هم مفرد ممكن تجي مثل دكتور هذا مفرد زين ما هو الفاعل الجمع طلاب هو الزي واليو والوي إذا كان الضمائر إذن هي والشي والإت مفرد والذي واليو والوي هو جمع زين اسم جمع طلاب مثل إذا قلنا علي أند أحمد صاروا اثنين علي and أفن طلاب and خلنا نقول مونة أسهل هذا اسم جمع صاروا اثنين أوكي هذا اسم مفرد اسم علم مفرد هذا اسم جمع طبعا هنا مفرد وذا قلنا اسم هنا مثل إحنا هنا كان الدكتور رح نصير دكتور طبيب أطباء واضح هس رح نجي نحل الأسئلة اللي تجيك بالامتحان نصا طلاب إذن طلاب العزاء بعد ما فهمنا الأدوات الرابط اللي and 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 هس رح نجي نحل الأسئلة طلاب ما رح يجيك غير ذن الثمن نقاط اللي آن رح نطيكم ياها بالوزارة صدقنا طلاب طلاب I think about you and when you ring and correct العفو طلاب I think about you and when you ring me هنا طلاب بس هذي هنا when اوفان طلاب هنا هن هنا رح تكون when okay خطأ مطبعي هنا طلاب نجي نقين when اهيات ها طلاب لقين when اذا طلاب اش رح نسوي when لازم نتذكر وراها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر الماضي المستمر يصير نشوف الفاعل I I ياخذ was مفرد وthink يصير thinking نضيف لها I N G when you ring me طلاب هذا الفعل شاذ حتى نحاول للماض البسيط يعني نضيف لأيدي يصير rang اوكي rang اذا هذا الحل مالتها بالوزارة تكتب بس was thinking فارزة وتكتب rang هذا التصحيح مالتها شون نفهم الجملة من كلمة وين اذا طلاب ثانية اللي هي طلاب ما انا مدى اترجم الجملة طبعا لان ما يحتاج لها ترجمة انت لقيت بالبداية لازم تنتبه على الجملة وهنا راح يقول correct مرات يخلي كيها بين قوسيا مرات لا اذا طلاب الوايل يجي وراها ماضي مستمر ماضي مستمر اذا علي نشوف مفرد لو جمع علي مفرد ياخذ واز ونضيف الاف ing اصير هاف نحذف ال اي ونضيف ing حسب القاعدة ما لاتنا ماذا اضافت ing اللي انا منطيكم اياها اذا بالجملة الاولى حولنا الفعل الى الماضي المستمر بالجملة الثانية لازم نحول الفعل للماضي البسيط كنوك بس نضيف لها ed واضح بس ضفنا لها ed هسا رح نجي على الجملة الثالثة i clean my room and i find 30 euro under my bed احنا يقول لك correct احنا نجي طلاب احنا اذا مرات طلاب اكثر المرات يجب لكيها فراغ واحد يعني مو فراغ احنا طلاب نجي لقينا and لقينا and واضح احنا and قبل هراح يكون ماضي مستمر i ال i ياخذ was i was والضيف للفعل clean اصير cleaning فارزة and i find find shall اصير fond طلاب هاي اكثر من 3 الى 4 مرات متكرر بالوزاري هاي الجملة locally شريفة not drive very fast when the child run into the door زين احنا لقينا طلاب الوين هايات ها وقال لك صحح طبعا طلاب correct شور راح الصحح الفعل الوين طلاب قبلها راح يكون باع طلاب قبلها راح يكون الوين قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط انت بس مجرد تحفظ للقاعدة اذا النوت تصير شريفة تقدر بتكتب شريفة مباشرة تكتب شريفة تاخذ was لان مفرد والنوت تنزل ما لعلاقة بيها واضح بها السهولة هذي صح الفعل بين قوسين ران صير ران ران صير ران اذا هو هذا التصريف العفو الماضي مضارع صير ران اثيف تايك اور كلوذز وايل وي سويم هنا راح يقول صحح واضح طلاب شرح الصح الفعل اثيف تايك اور كلوث وايل الوايل احنا قبلها احنا نرجع للقاعدة الوايل جهت بالنص قبلها راح يكون ماضي بسيط وبعدها راح يكون ماضي مستمر اذا هنا تاك تايك يصير تاك هذا الحل ما لاته بالوزاري وهنا طلاب وايل وي سويم الوي الطلاب جمع راح تاخذ راح نحول الماضي المستمر والاسويم الصير السوامنج السوامنج العفو نضيف لا اي انجي اي انجي اذا ضعفنا الام وضفنا اي انجي حسب قاعدة اضافة ال اي انجي نعم هي اخبرتنا نصمة بينما احنا كنا اا نعمل اا ضوضاء كثيرة احنا ما لنا علاقة بالمعنى طلاب قلنا احنا لقينا لقينا اص لقينا احنا الاس نرجع للقاعة طلاب اص جت بالنص قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي مستمر هنا تل تصير تولد فارزة حتى نصح قبلها نتبه على الفاعل الفاعل جمع راح نخلي الى وير ونضيف للفعل ميك تصير واضح طلاب اذا ستة سألة راح ننطيكم بعض جملتين طلاب الجملة السابعة ماي سيستر هيد اا ماي اا بورس under the بيد وايل اي نوت لوك اذا طلاب هنا راح نجي لقينا الوايل بالنص القاعدة مالتها تقول وراها مستمر ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط الهيد طلاب بس تحذف الاي الاي بس تحذف الاي حولناها الماضي البسيط هذا صار ماضي بسيط زين الوايل اي اي نوت لوك اه الاي اخذ واز النوت تنزل ما انه علاقة بيها ونضيف للفعل اي انجي اصير لوك اوكي واي الوايل اي واز نوت لوك الثامنة لقلنا الاس بالنص احنا الاس والوايل نفس الشي يجو وراها ماضي مستمر الشي مفرد راح تاخذ واز كاري اصير زين مفارزة هنا اصير ضاعفنا وضفنا حسب قاعدة اضافة حولناها الماضي البسيط بروك اصير بروك حولناها الماضي طبعا طلاب هذه الافعال الشاذة وهذه افعال غير شاذ اتمنى طلاب افتهمته القاعدة الاولى والاسئلة المرشحة اللي تحسن عندها طلاب اضمن لك درجتين هذا لازم تجي هذا من الاساسيات طلاب يعني لازم تجيك وحدة منذن الثمانية فانت بهالحالة هذه ضمن الدرجتين باذن الله شكرا لكم مع السلامة طبعا طلاب نسيت اقول لكم رابط قناة التليجرام موجود اسفل وصف الفيديو تقدرون تنظمون القناة التليجرام وكذلك راح اخلي لكم معرف من خلال هذا المعرف انتم تمتحنون امتحانات يومية امتحنكم طلاب امتحان يومي بالشيء افتهمتوا ترسلوني واني حاضر اسوي لكم اسئلة طلاب اسئلة يومية على كل موضوع انشرة اسووا موضوع تلقونا اه الامتحان برابط بالتليجرام بقناة التليجرام اوكي ودزولي الحلول على المعرف اللي راح اخلي بقناة التليجرام شكرا لكم طلاب مع السلامة